موسيقى مرة أخرى بأن هذا النظام الأساسي جاء كلابينة لإصلاح مدرسة العمومية وإرجاع الثقة في هذه المدرسة العمومية مبينة هو غير نقطة في عداد التزامات التي اخذتها الحكومة لكي يتم هذا الإصلاح وهذه النقطة والتزامات تتهم من طبيعة الحال تتهم تلميذ أولا لأنه هو جوهر الأهداف لهذا المجهود ومن طبيعة الحال تتهم الأستاذ لأنه هو أحد فاعل وهو أساسي في هذه العملية ولكن تتهم الأستاذ بعلاقة مع الإصلاح لأنه تبقى الهدف الأساسي هو كيفاش نحسنه هاد المستوى والوضعية ديال المدرسة العمومية نحن هناك من طبيعة الحال كانت منهجية تشاركية ليوصلت لوحد الاتفاق ليو اتفاق ديال 14 يناير اللي هو اتفاق راها عندما كان توزاع وكل أطراف يمكن لهم يطلعوا على النقط اللي فيه ويمكن لهم يقارنوا النقط اللي فيه ونقط اللي جات في هاد النظام الأساسي اللي هو كان نظام أساسي تحاول يتنزيل الهدف منه كان هو تنزيل هاد الاتفاق ديال 14 يناير نحن متابعة الحال هناك الآن إدرابات كاللي نعطيكم تما كبتول الأرقام كاللي نعطيكم أرقام ديال الإدرابات اللي اللي اليوم اللي أخذ سغي هاد هاد الصباح كانت تقريبا واحدة 96 ألف ديال الرجال ونساء تعليم اللي هما دارين الإدراب تقريبا نفس العدد كان له سنة تسعين كان تسعين آلف كان تمانين آلف كان مئة آلف على حسب واشي صباح واشلاشية واشي خسنا نقارنوها مع تلتمية وتلاتين آلف اللي هو عدد الموظفين اللي كانين داخل هاد القطع هذا تعتينا تقريبا نحن لاجت تقريبا واحد تلاتين في المئة ديال الناس اللي اللي تتواكبوا وزيما كم نتخرطين في هذا الازراب من طبيعة الحال هذا حنا تناخدوا هاد الهد الهد الوقافات أيضا تناخدوها بكل جدية لأنه طبيعة الحال احنا الهدف دينا في نفس الوقت هو الإصلاح وفي نفس الوقت أيضا مواكبة رجال ونساء تاليم وطبيعة الحال هناك واحد العدد ديال إجراءات أولا إجراءات اللي هي تواصلية علاش لأن تشوف هذه الكائن في واحد العدد ديال غيزو سوسيو والمواقف واحد العدد ديال النقاط رغم عندها علاقة مع النظام الأساسي ومع ذا علاقة مع إطار اللي هو مرجعي اللي هو إطار للتنزيل واحد الاتفاق اللي كان عليه اللي اشتغلنا عليه ومضروري مني في هذا التواصل غين في سروا بعد شنو 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 اللي كين شنو اللي ما كينش وتنعتبر بأن هذا يمكن يساعد أيضا شنو هما لأن هذا النظام الأساسي تحافظ على كل مكتسبات وجاب واحد عدد ديال النقاط اللي هي جديدة اللي تتجاوب مع بعض انتدارات ديال رجال ونساء تاليم شي كل انتدارات ولكن بعض انتدارات واللي حاول يصلح واحد عدد ديال الملفات ماشي كل ملفات ولكن تحاول يصلح واحد عدد ديال ملفات دونك هاد العملية تنعتبرها عملية اللي هي مهمة باش تكساتم تكل واحد الى اعتبر بأنه ضروري يستمر في الإدارة بسيكون بعدها نقاط واضحة وعارف علاش وشنو هما النقاط اللي يمكنني يعتبر بأنه الدرر منهم ولا شنو هما المطالب اللي هي جديدة اللي يمكن تيتعبئ من أجليها هذا هذا مهم لأنه باش ميكونش لأنه بليوم انتنشوف واحد المطالب اللي بعد مرح تقول هاد الموضوع عليش قعم تروح لأنه هاد النظام الاساسي ماشي لما كان اما استيجب بعد اما ما دخلش هاد التفاصيل وما النقطة الثانية هي من طبيعة الحال هاد الحوار هاد الحوار هاتم وقف وصافي نعتبر بأن الحوار نقصي بقم تواصل لأن هاد ملفات وهذا ما صار وفهد كيفاش الاولا اولا الاتفاق ديال 14 نقاط لكي نفتح المجال باش يمكن يكون تقييم ديال تطبيق واحد النص ومراجعة ديال بعض النقاط اللي فيه إلا كان فيه ضرورة باش يكون مراجعة ديال النقاط ببادئ هناك واحد عدد ديال النصص لتهاية تطبيقية ديال هاد النظام الاساسي اللي مازال لي كلها ممكن هاد جيد دق واحد الامور تعطي ضمانات باش ايضا لانتا اسمعنا ناس تخوفوه وجدنا في سويا ديال العامال وجدنا في المهام وجدنا ممكن نقول لكم بأن ما زدنا في سويا العامال ما زدناش في المهام التي تقوم بها الأستاذ واللي عندها علاقة بالتلميذ دقناها ومتى تدق هذا العامل يمكن نشوفوه من الجانب بأنه راه مبقاش الضبابية وهذا يمكن يحمي الأستاذ أو الأساسي باش ميمكن نش نطلبوا منهم شي حاجة اللي هي ما ماشي ممكنش يقوموا بها ويمكننا نشوفوه بأن هذا من الجانب بالآخر بأن هذا الحقيقة غادي وساع المجال ديال عمال ديال العمل ديال الرجال والنساء تالي ما أنا ممكن نقول لكم بأن نفس عدد السويا ما كانت زيادة في هذا عدد السويا هذا مثال ولكن ممكننا ناخده كل واحد العداد ديالنقاط اللي هي الآن دا ما كان دخلة في النقاش هذا باش نقول هناك ضمانات في إطار تنزيل واحد العداد ديالنقاط اللي ممكن تتعطي في إطار الحوار مع الشركاء اللي هما معنيين النقطة الثالثة منتبعت حال هناك ملفات اللي مكانش قاعة بدك في 14 يناير اللي البال منها عدهر وهذا طبيعي لأنه في الحقيقة هدي واحد النظام الأساسي راهغي مرحلة 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 في واحد المصار هناك ملفات جديدة اللي تحجم تتمنعنا باش نكون دراسة يمكن البعض منها يمكن يتحل بعض منها يحتاج شوية ديال الوقت ولكن احنا متن نعتبروش بأن هناك بعض ملفات اللي خصنا نمنعو أو نعتبروها هذا خط أحمر إذن هادو هادو بعض المعطيات أنا اللي بغيت اللي بغيت نعطي بغيت أيضاً غين نذكر كانت كان سؤال حول تعود على تصحيح أوراق الامتيحانات غين نذكر بأنه هذا هذا مثال هذا النظام الأساسي متعنيش مباشرةً لحد الآن هاد تصحيح أوراق الامتيحانات كيفش كانت يتم كان وهذا كان كتسب غيفش قرار داخلي ديال الوزارة بأنه نعتاوه تنعتاوه واحد جوجد رهام لتصحيح كل كل القادة ديال الامتيحانات وهذا الأداء هاد التعويد تتم عبر ذاك الفورفة ديال الترانسبر وتيتم بعد عاميين تلتسنين اربع سنين نحن في إطار هاد العملية هي عملية ديال الشفافية لتتوضح شنو اللي حقوق وشنوما الواجبات شنو كنا هاد عمل إضافي تقوم به رجال ونساء التعليم خصنا نخص له واحد المرسوم خاص به لي أولا يحدد يقرر المبدأ لأن المبدأ ده ما كانش في ما كانش في أي نص قانوني يقرر المبدأ ونتفقوا مع الشركاء على شنو هو التعويد اللي خصو يكون وشنو يا هاد التعويد طبيعة دلحال احنا أغادين في اتجاه ديال الرفع هاد هاد التعويد هذا هو كين خص مرسوم وتخص واحد القرار ما باش نقول ما باش نقول ما باش نقول لكم هو كين واحد مجهود كبير أولا باش نوضع الوضوح اللي حقه في حاجة يتوصل بها ويتوصل بها مباشرة ما تصحيح ما باش نقول الاساسي ده كين اللي ربع سنين هدي وما زل ما توصلش به وهي اللي بغينا هذا النظام الاساسي من يتيوضع حقوق وواجبات هذا هو الذي يساعدنا لكي نبنيه واحد منظومة التي لم تظلمتها واحد ولكن في نفس الوقت تعمل افتجاه المصلحة الفضلة التلميذ هذا هو الهدف من هذا النظام ومن هذا الشيء لذلك الخير اللي بغيت نؤكد عليه هو مني سنخرج هذا المرسوم مني سنخرج واحد القرار اللي هو قرار مشترك مع ودارة المالية لأن تهم اسميثو سيساعدنا باش نرفعه من هالتعويضات ويتوصلوا بها كل ما قاموا بواحد الواجب واحد العمل إضافي قد يتوصلوا وحكوم ما يبقاش مشي غير زما كان الوزارة بغت تعطيه ولا ما تعطيش ترجع حق وملزم لكل أطراف هذا مثال ممكن نعطي المثال مستقبل بغي نشغله ما زي ما عن عد من النقاط اللي هي عندي أنا مشتجله في الخريطة الطريق بغي نشغله لها سوية لإضافية ترجع حال كيفاش يمكن لا تم لأن واحد عدد الأساسية سنتلبول خارج اللي بغى ماشي ضروري ولكن من يتي تم يقوم بكل الوقت ديالو اللي هو الوقت اللي اللي كان الان ما ما زناش فيه بقى يمكن يكون سوية إضافية وهذه سوية إضافية هي خلص يكون مقابل وهذا طبيعي بقى هذا والتجاه العام وهذه الفلسفة العامة ديل هاد النظام الأساسي وكيف قلت حقيقة احنا في نفس الوقت هذا داخل في واحد المسلسل ديل الإصلاح وفي نفس الوقت هذا ما صار لي لازم اه 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 اجتهاد إلا كنواقص احنا نشتغل عليها معنى بدون أي عقدة وبدون أي لأن كل شيء الامور اللي هي غادية في اتجاه ديل الإصلاح من كنوا غمعها شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا وفلاشين يوتيوب وبرتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة